باتت الصين المعروفة بتقليد المنتجات الغربية على أنواعها من الشامبانيا إلى الأحذية الرياضية تنتهج اليوم نهجا جديدا للاستنساخ المعماري مع أبراج إيفل مصغرة وتمثال جديد لأبو الهول وبلدات أوروبية الطراز وقد توثير هذه المعالم المنسوخة تعجب الأجانب لكنها مبررة في نظر الكثير من الصينيين وكثيرة هي العمرات الفرنسية الأصل في هانجزو التي تضم مثلا نسخة من برج إيفل ونفورة مثل تلك الموجودة في قصر فيرساي وبلدة فرنسية نموذجية وفي شانجهاي بلدة على ضفاف التاميز تضم تمثالا لتشورشل وكنيسة من بريستول وحراسا يقلدون حراس قصر باكينجهام أما بكين فهي تضم مجمعا عليه قباب ذهبية مستوحات من قباب الكراملين في موسكو فضلا عن قصر لافيت المستوحى من قصر منطقة ميزون لافيت الذي صممه فرانسوا منصار